هي دي نقطة مهمة جداً لأنه أسيرة يا جماعة بعد مباراة البرج العرب يمكن سر الأهل اللي محدش يعرفه كتير تجلى في الثانية اللي انتهت فيها المباراة مونسعد لوها بيتكلم بيتكلم على أنه محدش بيمن على النادي الأهلي ومحدش يدعي امتلاك سك ملكية النادي الأهلي لكن الكل بيقوم بدوره تجاه النادي الأهلي من جمهور لأعضاء لإدارة للعيبة لجهاز والتاريخ في النهاية بيحاسب وبيحكم لكن اللقطة الفارقة الحقيقة والكشفة عن سر الأهلي فريق خارج من بطولة تمثل له الحلم الكبير وخارج بنتيجة شديدة السلبية وخارج بعد موقعة الناس اديقت فيها كتير قوي والاستاذ مليان والناس كان عندها أحلام كبيرة وجمهور يسقف ويحي فرقته هي دية اللحظة اللي بتتولد منها بطولات النادي الأهلي هو دا سر الأهلي من رحم المعاناة ومن رحم الألام ومن رحم الهزيمة بيولد شعاع النصر عشان اللعبة كان نفسي يبقى فيه ميكروفون مفتوح ونسمح حسام عشور وبيكلم اللعبة ككابتن للفرة وجمحهم كلهم بما فيهم الجهاز الفني ولو جاءت اللقطة على شكل حسام وهو بيتكلم وبقية اللعبة وهو بتتكلم شفوا لحظة المخاضر البطولي الجديد عشان تعرفوا هي بتبدأ منين حتى مش رايحين بيجروا هما مش بيحتفلوا وراحين للجمهور يعتذروا يعتذروا هذا حق الجماهير عليه هذا هو جمهور الآلي هذا هو جمهور الدعم للآلي هذا هو سلاح الآلي والذي من أجله يفعل الأهلي كل ما يملك عشان يسعده هذا حق الجماهير على الآلي هنا بقى حق الملكية فين؟ في حق الجماهير على الآلي أن يبذلوا الغالي والنفيس إدارة وأجهزة ولاعبين لإسعاده هذا حق الجماهير ولكن مش معقولة ان طول النهار انهيار طول النهار احنا غلط غلط ان يبقى فيه فشل في النادي الاهلي غلط بقول لك غلط ما تعودناش بس كيف يعالج كيف يعالج ان احنا نجلد نفسنا وان احنا نسحب الثقة من الجميع من اجاد ومن لم يجد من اخلص ومن لم يخلص انا نبدأ من الصفر باستمرار انا لسه بقول لك ايه قبل الهواء بقول لك عايزين الحلقة الجاية واللي بعديها نفتح ملاب في النشاط الرياضي ونناقش السياسات عشان نحط ايدنا ايه الحتة اللي لو كملناها نحتكر البطولات خلي بالك من الكلمة دي انتعلم بنسبة جلد الزيت وازاي الناس عايزك تبدأ من الصفر تحضرني تويتا كتابها او تجربة او فرقة لعبة فاينل هل معناها ان هي لما تخسر فاينل تخسر في النهاية معناها ان الفريق منهار؟ معناها انه فاشل فاشل زريع؟ طب هعالج ازاي؟ يعني لعيبة كان بينها وبين البطولة بتاعة السوبر مع الزمالك سبعتاشر ثانية سبعتاشر ثانية كان ممكن تحافظ وساعتها كان كله هيقول الله هايل برافو ووش كده؟ ووش كده؟ خطأ كوتشنج اوكي ممكن يبقى فيه اخطاء في القيادة الفنية ممكن يبقى فيه تأصير من بعض اللعيبة ممكن تكون الدكة مش مديان البداية الكويسة يعني فيه اسباب فنية لكن مش منها ابدا ان انا منهار وان انا فاشل فاشل كامل لا لانه لو كده لو هنعتمد المنطق الرياضي ده يبقى احنا بنتكلم في خناقة مش في رياضة فريق يجتاز كل المراحل لغاية لما يوصل للمرحلة النهائية ويبقى بينه وبين منصة التتويق 17 ثانية بالزبط يخطئ ممكن يكون الفريق الاخر افضل ممكن يكون في حالته النهاردة احسن ممكن يكون عنده لعيب موفق كل دوارد ممكن يكون اصلا في الميزان الفني نفسه هو فريق اتقل واحسن بس ده مش معناه ان انت فاشل الفاشل الكامل والدنيا منهارة والاحباط يعم وعايز تبدأ من الصف وتسمع بقى ماشو اللعيبة دي ماشو الجهاز ده لا في الاول وفي الاخر قيم صح قيم تقييم موضوعي لانه حتى لا سرتي انت خرجت من البطولة الافريقية الناس فجأة والناس اللي هي مش حابة الخير للاهلي عشان تبقى المسائل واضحة تضغط في اتجاه ليه المدرم يمشيش وتسمع ترشيحات لمدربين طيب الفريق خرج من بطولة افريق لا اسباب كتيرة يتحمل الجهاز اكثرها لا شك لكنه هو بيلعب في بطولة واحدة ولا بيلعب في موسم اذا كانت البطولة المحلية الاساسية الراجل تسلم عمله من ثلاث شهورة باشواندس الفريق في المركز الخمساشرة والستاشر اصبح اول الدوري عايزك عايزي هد خالص عشان تحت ضغط الغضب عايزك تماشي المدرم انا ليه بتكلم الكلام ده لان بيجي لي وبيجي لك وبيجي لغيرنا مكالمات نبرة التعالي على النادي الاهلي في ناس بتحب الاهلي ما بقولش ان كلهم يعني يضمروا لكن في ناس بتحب الاهلي لكن بدأت تنجذب نبرة تعالي احنا الجمهور احنا لما نقول لا لو ادير النادي الاهلي من خلال المواقع الالكترونية او من خلال خارج الاسوار معنى كده ان كل اسبوع هيبقى فيه قرار لان الجمهور نفسه غير متفق على منهجواعهم بالزبط فحتى بقولها لمنسوبة الكابتن صالح سليم اهلي ملك الجماهيرو لو كان قالها الكابتن صالح لكن انا اعلم ماذا يقصد ان كل ما نفعله هو من اجل الجمهور ايوا ملك الجماهيرو يعني احنا مش احرار نعمل اللي احنا عايزينه احنا احرار ان احنا نشتغل وبصين على جمهورنا بصين ازاي جمهورنا ده يستمتعوا يا فخار بينا لكن مش معنى كده انه اعمل وعمل 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 وزا ما عملتش تبقى فاشل وتبقى وتجروا بقى انك تحرق الرموز كلها انا بقول الكلام ده وانا بخاطر لان في ناس هيعجبها الكلام والناس مش هيعجبها لكن هو انا عايزي من الدنيا انا خلاص يا استاذ ابراهيم بناديك الصح باذن الله يعني نادي رسالتنا لاخر دقيقة انا كل ما يعنيني ان احنا نحب النادي الاهل وانا لما بقولك انا تولدت لقيت نادي حيل محترم حبيته اذا النادي اقدم من المشجع طبعا طبعا النادي فكرة طبعا عشقها المشجع والتف حواليه وعندما تعشق شيء ما تروحش عشان تغيره بص مرار انت حبيته كده انت حبيته بالمنطق ده بالفلسفة دي بالسياسة دي بالاخلاص ده بالنموذج ده في النص تقوله لا لا انت زعلتين النهار ده يا بابا اه ما عاليش يا ابني ما تزعلش انا هانزل اشتغل وردية زيادة عشان اجيب لك الهداية اللي وعدتك بيها هو دي العلاقة انما انت يا رجل روح يا رجل انا عايز كذا حاضر يا ابني وانزل اشقها تاني مرة عايز كما انقجلها للشهر الجاي يا راجل بقى فين هو انت عامل ما يطلب منك طلبه تجيبه هي دي العلاقة اللي انا ضدها بقى ان ينقلب الحساب من تحت الفوق انت جمهور تغضب لو انا مخدتش بالاسباب يعني انا لو فضلت كامن وراكد وما صلحتش فرقتي هل ده حصل اللي حصل اصلاح تدعمات قوية كمان ولم يبخل النادي وانفقه اذا اخذ بالاسباب فعلى النادي ان يأخذ بالاسباب وان يدير وان يخطو وان يصوب وان يعد جماهيره بالافضل وهذا حق الجماهير عليه وعلى الجماهير مبادلة مجلسها الاحترام والمؤاذرة وما تسيبش حد يلعب في العلاقة دي لان فيه لعب جامد جدا جدا في العلاقة دي